أكون أكيد مع الشيخ محمود حجار أحد أمة وخطبة محافظة طول كلم يسعد صباحك يا شيخ محمود صباحكم الله الخير حياك الله يعني في البداية أترك لك الكلمة وذكرى المولد النبوي ماذا تعني هذه الذكرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا شك أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت في طبيعتها كأي ولادة يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حمل أمه وما وجدت فيه من الثقل وكيف أنه ولد إلى خير ذلك من الأمور كانت ولادة طبيعية ولكن وقف التاريخ مرة أخرى عند تلك الليلة أو تلك الحالة الولادة بعدما نبئ النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي من السماء بإقرأ وأرسله بيا أيها المدثركم فأنذر هنا عاد الناس ليذكروا كل لحظة وكل ثانية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا الميلاد لم يعد ميلادا عاديا بل أصبح ميلاد نبوة ورسالة وعدالة وأمة بكاملها هذا هو الموضع طب يعني بدنا نروح لواقعنا يعني راح نغوص شوي في الصفات لكن ما بين هذه المسافة بين المولد وولادة النبي وصولا إلى وقتنا الحالي يعني أوكي عطلة عطلة اتفقنا على الموضوع في هذا الموضوع هل تكفي هذه العطلة؟ ماذا يجب أن نغرس في أبنائنا كي يكون بالفعل في استثمار لهذا المولد لهذه الذكرى في حياتنا في تعاملاتنا في مجالاتنا المختلفة نعم أول شيء أود أن أذكر أن الأمم تؤرخ بأعظم الحوادث في تاريخها فلما جاء رجل إلى بصك عند عمر من الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان هذا الصك يستحك في شعبان فغضب عمر وقال أي شعبان هذا؟ هو الذي مضى؟ أم هو الحالي؟ أم هو الذي سيأتي؟ فجمع الصحابة واستشارهم وأمرهم أن يختاروا شيئا مهما من حياة الإسلام أو من تاريخ الإسلام ليكون تاريخا خاصا من المسلمين فأجمعوا على أربعة أمور عظيمة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم بعثته ثم هجرته ثم وفاته فاختاروا من نختار مين؟ واحد من هذه الأربعة فاستبعدوا المولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم واستبعدوا البعثة لما فيه اختلاف بين الفقهاء والمؤرخين في أي ثاني كان واستبعدوا الوفاء لأنه لم تكن في خلاف على وفاته ولكن لأن ذكر الوفاء يبعث الحزن في النفوس فأجمعوا على التاريخ بالهجرة فأمر الميلاد هو أمر عظيم فكان واحد من الأمور الأربعة التي أجمع الصحابة على أنها أعظم الأمور لكن الاحتفال بالمولد بالصورة التي صار عليها الناس والتي بدأت في القرن الرابع الهجري في أيام الفاطميين تقليدا للنصارى النصارى كانوا احتفلون بالمولد المسيح عليه السلام لكن قبل ذلك هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟ طبعا لا هل احتفل بمولد أحد من الرسل قبله؟ لا هل احتفل بمولد واحد من الصحابة؟ برضو لا لم يكن هناك أي احتفال حتى العطلة التي يعطلها الناس والتي أصبحتها شعار المولدية ليست من الإسلام بشيء أصلا بتم استثمارها استغلالها يعني أنا هذا الجانب اللي حبيب أعرفه أنه في حياتنا بتم استثمارها لتعزيز من هو رسول الله صفاته أخلاقه في دروس في مواعظ الأهالي الأئمة المساجد إلى ما ذلك الأصل في ذلك أن الإنسان يعيش كل حياته مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الإسلام ومع الدين الإسلام الميزان الذي وضعه الله تعالى في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ويحبيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفورهم هذا هو الميزان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يوم والديه في 12 ربيع الأول وإن كان حتى في خلاف على هذا اليوم اللي هو 12 ولا 4 أم إله هو المجمع عليه وبلا شك وبلا أي أدنى رأيب أنه يوم إثنين يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم إثنين قال ذاك يوم ولدت فيه فهذا مجمع عليه أن يوم إثنين لكن هل هو 12 ربيع الأول ولا غير 12 هذا مضوى خلاف حتى بين المؤرخين فلنحن اتباعنا لا يعني أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو نقتدي به أو نتأسى به في يوم 12 ربيع الأول يوم ما نعطل يوم المولد النبوي لا أن المؤمن مأمور باتباعه في كل لحظة أن يرضى بحديثه أن يرضى بقضائه حتى أن الله سبحانه وتعالى أنكر الإيمان على من لم يرضى بقضاء رسول الله اسمع الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداؤك به علامة لمحبته ليس مربوطا بيوم من الأيام بل في كل لحظة من لحظات حياتك في ليل أو في النهر طب الإنسان كيف يجعل هذا الارتباط دائم في حياته أول شيء بده يكون على اتصال دائم بالرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الاتصال يكون بالصلاة والسلام عليه في كل لحظة حتى أن الله تعالى وكل ملائكة يبلغون سلامك عندما أنت تصلي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت فيه في أي زمان وكل ملائكة بإبلاغ هذا السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى يرد عليه الروح ليرد عليك السلام هل أنت تكثر من الصلاة والسلام عليه؟ هل تحب شريعته؟ هل تغضب لغضبه؟ يعني من أي شيء كان يغضب؟ هل تفرح لفرح؟ من أي شيء تبرى؟ كل هذا هو علامة من علامات محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي نرجع أنه مثل هذا الربط الدائم وسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه نذهب إلى معاملاتنا إلى ممارساتنا إلى حياتنا اليومية كيف نجعل هذا النمط في الحياة؟ بنمطنا الحياة بعاد إحنا ولا لم نقترب؟ والله الناس منها فريقان فريق مبتعد وفريق مقترب فيه فريق يبحث عن الخير ليسدك طريقه وفيه فريق تمر عليه الذكرى وكأنها لا شيء يعني كما قلت أنت في البداية يعني لا يعرف من الموت النبو إلا أنه معطله بس فيه فريق تمر لا هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه دائما في ذكره وفي صلاته وفي الثناء عليه وفي الاقتداء والتأسي به هذا هو الإنسان الفائز ليس فقط في الاحتفال به سواء كان بطعام الطعام أو يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما نمرة أذكر لما سؤل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدته فيه طب مين من الناس بيصوم يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مش لأنه ولد فيه لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه قليل جدا طب لماذا أنت تحتفل به في هذا اليوم وتعطل ولا مثلا تأسى به فتصوم صح ولا لا هذا الذي عليه الناس طيب إذا ما ذهبنا شوي لصفات الحبيب المصطفى في تعاملاته مع المسلمين وإلى ما ذلك فنجد كل الصفات الجميلة والحسنة مقتضبات من هذه الصفات ولربما نعكسها في تجاربنا اليومية بالصدق بالإخلاص بالأمانة بالدقة بالشجاعة بالقدوة في كافة مجالاتنا نعم إن الله تبرك وتعالى أثنى على نبيه ورسوله بالخلق وإنك العلا خلق عظيم هذا الخلق الذي تمثل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل الرسالة وقبل البعثة قبل أن ينزل عليه الوحي كانت هذه الصفات موجودة فيه يعني نذكر من حديث لما نزل عليه الوحي وعاد من الغار وقال لزوجه خديجة نبي زملوني أو دثروني قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين عنه وأبيه الحق والله لي يخزيك الله أبدا هذا قبل الإسلام قبل أن ينبأ قبل أن تنزل عليه الرسالة هذا خلقه وطبيعته بعد الإسلام لما نزل عليه القرآن تسأل أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت أما تكره القرآن كان خلقه القرآن فكل صفات القرآن وكل الأخلاق التي أمر بها القرآن كانت موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يرأف باليتيم بالضعيف يعين على كل شيء يعني بذكر من المرات أكرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية من الجواري تبكي فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ما يوكيكي قالت أضعت مالي يعني أهل البيت اللي هي فيه أعطوها دراهم لتشتري الزيت فضاعت منها فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم بدلا منها ومع ذلك ظلت تبكي قال لها ما يوكيكي قالت ليس الأمر في الدراهم فحسب ولكن خرجت من الصباح وأنا أبحث عن الدراهم وانقضل الآن إذا عدت ضربت فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب معها إلى بيت أهلها البيت الذي هي فيه ثم طرق الباب إن جاريتكم هذه فعلت كذا وكذا وإني قد أعطيتها الدراهم وإنها خافت أن تاتي حتى لا تضربوها فإن رأيتم أن تعفوا عنها قالوا يا رسول الله أنت تشفع لها هي حرة لوجه الله يعني حتى تخيل ليس مع الصحابة الكبار مع جاريه مع جاري من جاريه مع طفل يتيم يمسح على رأسه يجعل المسح على رأس الطفل يتيم لك بكل شعرة حسنة تمر عليها هذه الصفات التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في أمته لأن الله تبارك وتعالى مدح أمته بأنها خير أمة أخرجت للناس ولن تكون خير أمة أخرجت للناس إلا إذا تأست واقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل خلق كان يتعامل به بعى المسلمين كان مبادر دوما بكافة الأشياء حياة المسلم لربما هذا لو أنه في حياتنا وفي عصرنا بعيدا عن هذه السنوات اقتدنا فقط بالمبادرة ممكن كثير من المشكلات من حلها ممكن كثير من هذه المفارقات ما بين المرؤوس والرئيس التذوب ما بين رب العمل والعامل بالذوب ممكن يكون الوضع أفضل إداريا حياتيا اجتماعيا أسريا اقتصاديا في كافة المجالات فقط من مبدأ واحد المبادرة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما استفاه الله تعالى ليكون كما وصف القرآن أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذه المبادرة التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يجلس على كرسيه ويأمر يعني نذكر حدث الخندق الخندق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق استجابة لاستشارة لمشورة سلمان الفارسي بدأ هو ونزل معهم يحفر في الخندق ويحمل الحجارة ويحمل الرمل ويضرب بيده حتى أنه اشتد عليهم الجوع اشتد عليهم الجوع فكان الواحد يربط على نفسه على بطن حجر من الجوع مشان يشد من قوته فنظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا عنده قوة فمعقول من أين أتى الطعام كيف أكل كيف شبع فالنظر إذا وبيه قد وضع على نفسه حجرين اثنين يعني أن الصحاب حطين حجر وحطت اثنين مبادرته معهم بالعمل بالقتال حتى في الساعات الشدة يعني لما هرب المسلمون وتولوا عنه في يوم حنين الآية في القرآن ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فر الناس وواقف النبي وصلا في ساحة الميدان ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب هلموا إلي أيها الناس لم يكن بالفرار إنما كان أول الواقفين والصامدين في العمل كان أول العاملين في الإنفاق كان أول منفقين في السخاء كان أحسن الذين يقدمون ومنفقون أموالهم في سبيل في كل شيء من شؤون حياته كان هو الأول وهو لأنه نموذج ومقياس للعالم كله لأمة المسلمين ليس للصحابة فقط إنما نحن الآن عندما تعمل العمل تقول هكذا فعل رسول الله بعد كم سنة بعد 1300 كذا سنة فهذا يعني يبقى خالدا ويبقى يعني غرسا طيبا في حياة وتعاملات المسلمين الصدق وكان الصادق الأمين ما بين يعني إحنا حاليا بجوز على وين أنت بتليفون آه هين صورة قريب عندك خمس دقائق وإحنا بدنا بجوز نص ساعة نعم لربما هاي الأشياء البيضة الصغيرة ممكن تبني على تراكمات تبعدنا بدلا ما تقربنا لسيرة الحبيب المصطفى اللهم صل على سيدنا حمد الصدق من أجل الصفات التي تمتع بها الأنبياء والرسل وما من صفة جبل عليها نبي من الأنبياء إلا وجدت فيه رسول الله صلى الله وقبل ما نتحدث عن النبي صلى الله وعن صدقه نتحدث عن سيدنا إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي ضرب به المثل في صدق الوعد فكيف لا يكون هذا الصدق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في تعامله مع الكفار لم يكن لي كذب عليهم في تعامله مع الكفار يعني لما يتيه الرجل يعرض عليه الأمور الكبراء كريش جاءوا لأبي طالب يا أبي طالب إن ابن أخي قد زفها أحلامنا وعاب آلهتنا إلى غير ذلك فما قال غير الحقيقة قال لهم أريد منهم كلمة أن يقولها إذا قالوها ملك العرب والعجب لم يكن ليتوانى أو ليتهاون في أمور دينه بالعكس لأنه ينطبق أو يطبق ما نجاء به القرآن بأمر الله تعالى له يقول لي أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما عبدون مهما كانت الظروف الصدق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ساعة الحرب لما في معركة بدر لما وجدوا رجلا من المشركين لم يكن على الإسلام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف منه أحوال كريش وقد هو يعلم أنه خرجوا للقتال فسأله فقال له إن أجبتني أجبتك يعني أنا بسألك بالجوء قال نعم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منه الجواب فلما فرغ أراد الرجل أن يسأل رسول الله قال له من أنت طب هو هذا الرجل مشرك هل سيقول له أنا محمد أنا رسول الله قال لا فقال له من أين أنت قال أنا من ماء فالرجل صار يفكر أي ماء فيه قبيل فيه قبيل يسمها ماء ولكن ماء كان ليكذب وليقول شيء غير الحقيقة هو أخلك من ماء الإنسان أخلك من مهين لكنه لم يكن ليكذب لحتى لا ينقل عنه ولا يعهد أنه كذب في مرة من المرت طب يعني من خلال هذا الحديث وخلال هذه السيرة العطرة لرسول الله ماذا مطلوب في وقتنا الحالي كنصائح لمن يشاهدون ويستمعون نعم أول نصيحة أقولها ولا بد من تذكيرها تذكير نفسي أولا وتذكير الأخواننا المشاهدين أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم في كثير من الأمور تجلس في هذه المجالس تجد الإنسان بذكر الحديث قال النبي وبس وكلها كأنما لعمل بنيات لا يا أخي ما هكذا البخيل من أمتي من ذكرت عند عنده ولم صلى لي لا تكتفي بقول قال النبي أو قال الرسول أو قال محمد أتبع ذلك أتبع ذلك بصلى الله عليه وسلم هذا أول واحدة لأن هذا عند كثير من الناس حتى في خطباء المساجد في الحديث النبي والشريف ما بقول صلى الله عليه وسلم على النبي لا لماذا أتنتقص ذلك من قدره أم أنك تأخذ في ذلك زيادة وقت لا هذا أول شيء الأمر الثاني أن تكتدي به في كل مقال أن تكون مجيبا مطيعا أن تكون محبا له أن تكون معظما لقدره ومكانته رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تعظيم القداسة الذي كان عليه النصارى في المسيح ابن مريم فقال أنا عبد الله ورسول لا تطروني كما أطلت النصارى عيسى بن مريم يعني منهي أن نعظمه في مرتبة القداسة يعني النصارى لما غالوا في تعظيم عيسى قالوا عنه أنه ابن الله لكن رسول الله قال لا أنا عبد الله ورسوله لكن تعظيمه يجب أن يكون في الكلب في تعظيم حديثه في تعظيم أوامره في تعظيم كل صفة من الصفة التي كان عليها عندما تصنع تقول هكذا فعل رسول الله صلى الله وسلم هكذا قال رسول الله صلى الله وسلم من هنا إلى غير ذلك من الأمور هكذا يكون الاتباع أشكرك جزيرة شكر الشيخ محمود الحجار على هذه الكلمات أحد أمة وخطباء محافظة تول كرم ونتمنى بالتأكيد أن تكون هذه النصائح لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرة لدى كل إنسان في حياته في تعاملاته في صفاته وإن شاء الله سنكون وإياكم وفاصل عده تلفزيون الفجر الجديد